أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاق لألف وثمانمائة واثنين وعشرين مواطن من دولة جنوب السودان وذلك ضمن القافلة الطبية المصرية التي تم إرسالها إلى العاصمة جوبا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم القطاع الصحي في دولة جنوب السودان وفي إطار عمق وطرابط العلاقات بين البلدين الشقيقين وضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن القافلة الطبية المصرية تم تنظيمها بإشراف الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية وتضم تخصصات جراحة وطب العيون ونساء وتوليد وجراحة المسالك وجراحة العظام والأطفال والباطنة بالإضافة إلى صيدلي لفتن إلى إرسال خمسة أطنان من المستلزمات الجراحية وتجهيزات لإجراء جراحات المياه البيضاء ضمن تخصص جراحة العيون وأشار إلى قيام الفريق الطبي بإجراء 22 جراحة عيون لإزالة المياه البيضاء وزرع العدسات بالإضافة إلى إجراء عدد من عمليات الولادة داخل المركز الطبي المصري بمدينة أكون وأكد مجاهد استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات من الرئيس السيسي لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى دولة السودان الشقيقة دعماً للمنظومة الصحية وللشعب السوداني الشقيق من جانبه أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية أنه في إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من بارس سي تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى دولة جنوب السودان تضم أدوية علاج بارس سي وبي وكواشف ومستلزمات طبية لاستكمال ومتابعة عملية إجراء المسح الطبي للمواطنين بوحدة الفيروسات الكبدية والتي تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج بارس سي وذلك بالعيادة المصرية في العاصمة جوبا تحت شعار تحية مصر إفريقيا يذكر أن رئيس السيسي أطلق مبادرة لعلاج مليون إفريقي من بارس سي خلال مرتقى أسوان للشباب العربي الإفريقي في مارس من عام 2019 وذلك في إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة في القارة السمراء ترجمة نانسي قنقر